السلام عليكم ورحمة الله، أحسن ربا يحييكم في هذا الدرس ومجموعة الدوس القادمة سوف أتحدث عن جوجل ماتيريالز جوجل ماتيريالز هي مجموعة تدوات طواراتها جوجل اللي جعلك تحس أنه هناك ثري دي في التصميم يعني هناك إذا ترى مثلا تكسبوس تكون متقدمة للأمام يعني تصير ثري دي ذلك هي هذه الماتيريالز أصدرت في أصدارة 21 وفما بعدها ذلك هيكتب جوجل ماتيريال وماذا أقول لأني أكس عند أختار أبليكيشن يجب أن تتأكد أنه هنا 21 API 21 وأقل لا يعمل عليها ذلك أبدأ ني أكس ثم مشاهدة الآن بينما هو يقوم بتحضيره سوف يستغلق بعض الوقت حتى يقوم بتحضير التطبيق له الآن هو التطبيق أصبح جاهز إذن بما أن التطبيق أصبح جاهز سوف أبدأ بالعمل البداية أنا أتعمل مع ماتيريال وذلك سوف أقوم بعمل فتفايل أسمي كولارز فيه الألوان وأخزم به مجموعة ألوان لإستخدمها في الماتيريالز أنا الآن تلبت هذه الألوان التي أحتاجها أنا وضعت لك هذه الألوان مجموعة من الألوان أنا أختارتها بنفسي إذن أنا سوف أذهب إلى الستايل اللي أبدأ بالتحكم أيش؟ بالتحكم بالثيمة نحن نعلم أنه في المينفس يوجد شيء اسمه ستايل ستايل أب هذا الستايل يأخذ من أين؟ يأخذ من أبثيم أبثيم أنا بنات حدث عن 21 فهو هذا 21 فمن هنا أنا أتحكم به دعني أغير لك هذا الستايل إلى ستايل الجديد أنا جهزته وأشرح لك تفاصيله أنا أنا وضعت أبثيم ووضعت لك أندرويد ستايل أخذت لك theme.material.light.net إذن سوف أشرحك عن بعض أجزاء التي أنا وضعتها أنا أغيرت لك primary color يعني هو الهدر الذي يكون في الأعلى الذي هو هذا primary color غيرت لون جديد غيرت لك color primary dark الذي هو هذه المنفقة وغيرت لك إيش؟ غيرت لك navigation bar التي هو هذا الـ navigation غيرت لك اللون الخاص به طبعا سوف أغير كل الألوان أو أغلب الألوان الموجودة بي ذلك دعني أريك أنا ماذا حدث الآن بعد أن أغير من هذه الألوان لكن نذهب إلى النافذة ونرى أنظر لو ترى هي هذه الـ dark التي هي color dark وهذه color primary وهذه إيش؟ color navigation لو تريد أن تغير هذه الـ background color الآن بلون جديد أيضا كل الذي تفعله أنك أنت تذهب إلى هذا الملف وتحكم في إيتم تضيف إيتم وتضيف إيتم وتضيف الـ name هنا الـ name هو android android windows background عالي الـ background يعني اللون الخلفي للشعة فأسمي add color أي لون أن يريد أختار مثلا read الان سوف يكون اللون الخلفي للنافذة هو read أنظر بهذا الشكل لو نهو read إذن الآن تقول مثلا أنت تتحكم بأمور أخرى مثلا أنت تتحكم لون الخط في هذا الـ header معنى أيضا أنت تستطيع أن تتحكم فيه من هنا أنا هنا أضيفت وضيفت الـ name الخاص بـ android حيث يسمي text color primary 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 أنا أقصد لي اللون في اللون الأساسي فأقل لعنة color ثم أي لون أسمي اللون يكون blue يكون لونة عزرق الآن لو جئت إلى النافذة الأساسية يغير لك اللون الـ primary مع أزرق لو لا يستطيع أن ينزل أزرق بأزرق سمي الـ diomates الآن أنظر text primary text color primary الآن ينفذ واري كل نتائج حسناً انظر هذا التغيير الذي أصلح لدي أني أنا غيرت background text التي تسمى windows background كخاصية وغيرت هذه التي تسمى color primary وغيرت هذه التي تسمى color primary dark وغيرت هذه التي تسمى navigation bar color كلها غيرتها من أين؟ غيرتها عن طريق الـ style طبعاً هذا الـ style الـ 21 فقط لذلك يجب أن تنسخها وتضع نسخة من عندها في هذا الـ style الاعتيادي لمستخدمين الاعتيادي الذين يستخدمون أصدارات أخرى إذن هذا كل ما في هذا الدرس نلتقي في الدرس الأخرى لتفاصيل أكثر عن color عن gorgal materials